اشتركوا في القناة التنسيقية بشأن البدء بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الخدمات الحكومية والمجتملة على 14 خدمة سيتم تطويرها في عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين جودتها وزيادة تنافسيتها وتعزيز العدالة في تقديمها بما يتناسب مع تطلعات المواطن والمقيم وتسهيل تقديمها بما يحقق الشفافية والكفاءة يمثل المشروع إحدى اللبنات الأساسية نحو الانطلاق لبلوغ الأهداف التنموية المنشودة حيث تسهم هذه الخدمات في تقليل كلفة الخدمة المقدمة واستدامتها وتحسين جودتها وتقليل الفترة الزمنية لإنجازها بنسبة تصل إلى 75% يشتمل المشروع في المرحلة الأولى على باقة من الخدمات منها التجديد السنوي لشهادة تسجيل المركبات خدمة حجز موعد لامتحان السياقة وتوصيل خدمتين الكهرباء والماء والفحص الطبي للوافدين وغيرها من الخدمات الحكومية التي تتصل بشكل مباشر مع عدد من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يحقق المشروع تحسينات بارزة في مقاييس الأداء الجوهرية مثل التكلفة والوقت المستهلك وألية تقديم الخدمة والجودة والسرعة ويتضمن أيضا استيعاب بنية الخدمات الحكومية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الثقافة الإلكترونية بنجاح بهدف تحسين العمليات ولضمان بقاء الخدمات الحكومية على وطيرة مستمرة من الجودة والكفاءة انطلاق من توجيهات سيدي صاحب السنو الملكي ولي العد حفظ الله ورعاه خلال ملتقى الحكومي 2016 والذي كان هو الدافع لنا في تحويل خدمات لدار العام المرور لخدمات الإلكترونية تكون في متناول جميع وأيضا توجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية حفظ الله وبتوجيهات أيضا من سيدي سعادة مدير عام لدار عام المرور لعقيد الشيخ عبد الرحمن عبد الوهابة الخليفة اتجهت لدار العام المرور وحسب توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد في ضرورة وما أشار لي خلال المنطقة في ضرورة أن تكون كافة الخدمات الحكومية في متناول الجمهور وإنما أن تسهل كافة الدوار الحكومية حصول المواطن على هذه الخدمات وبالتالي إمكانية إنجاز هذه الخدمات من أي مكان يكون ليس بالاشتراف مركزية هذه الخدمات لذلك اتجهت لدار العام المرور في مركزية هذه الخدمات وتوفيرها على موقع الإلكتروني ووابط حكومة الإلكترونية هي المنصة التي تنضوي تحت كافة الخدمات الإلكترونية في ملبكة البحرين ونحن من خلال هذه المنبر وهذه اللقاء نستعد اهتمام الجمهور وكل مستخدم للخدم المرورية بتفعيل بيانات من خلال تفعيل نظام الإيكي في الحكومة الإلكترونية من خلاله سيتمكن أن نستلام كافة الإشعارات بخصوص تجديد مواعيد رخص القيادة أو تجديد مواعيد تجديد المركبات وأيضا الإشعارات في حالة رصد على أي مخالفة مرورية بالتالي سيتمكن الشخص من الاستعلام عن أي خدمة مرورية وتوفر من خلال هذه الموقع أو هذه الخدمة الإيكي الاستعلام عن كافة المعلومات التي يبيها من الخدمات المرورية في النهاية نؤكد أن كافة هذه الخدمات إن كانت الخدمات الحالية أو الخدمات الجارة تنفيذها أو الخدمات المستقبلية تعمل عليها لدار العام المرور بالتعاون مع الجهات الأخرى جاءت بتوجيه مباشر وإشارة من سيدي صاحب السوم الملكي وليل عد حفظ الله ورعاه حينما أشار أن أن تكون ضرورة أن تكون كافة الخدمات مسهلة وفي تناول الجمهور في 2016 انعقد الملتقى الحكومي في حضور سمو وليل عهد حيث تفضل سموه بتوضيح رؤيته لعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد والتي كانت تعتمد على أربع أدوات رئيسية أبرزها تحسين جودة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية وبتوجيهات من سمو وليل عهد ومتابعتها المستمرة والمباشرة لتطوير العمل حكومي انطلق مشروع تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع ثمان جهات منها وزارة الصحة هيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للمرور ضمن المشروع 25 خدمة حكومية تم اختيارها وفق معايير بتكليف من اللجنة التنسيقية تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى 14 خدمة تم تسهيل إجراءاتها عبر منهجيات إعادة هندسة العمليات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والتكلفة عبر استخدام تقنيات المعلومات تبذل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أقصى الجهد في سبيل تحقيق رؤية سموالي العهد لتطوير العمل الحكومي بما يحقق سبل الراحة للمواطنين عند أداء الخدمات الحكومية أهداف الملتقى الحكومي لـ 2016 إنها نقوم بربط الخدمات بالحكومة الإلكترونية وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين يقدر صاحب العمل أخذ الموعد عن طريق الحكومة الإلكترونية يقدر يطبع شهادة الفحص الطبي عن طريق الحكومة الإلكترونية إعادة الجدولة الموعد وتحقيقا لأهداف الملتقى الحكومي بربط الخدمات المقدمة إلكترونيا وهذه توجيهات من صاحب سمو الولي العهد فقمنا بربط الخدمات الإلكترونية مثل أخذ الموعد لفحص الطبي طباعة الشهادات للفحص الطبي إعادة جدولة الفحص الطبي كلها إلكترونيا وذلك لتحقيق هذا الهدف مما يسهل على الرب العمل أنه يقدر يسوي الأعمال بدل ما تكرار الحضور فكله يقدر يحصل إلكترونيا بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي عام 2016 بتوفير الخدمات إلكترونيا للمواطنين بأسرع وقت قامت الهيئة الكهرباء والماء بالمشاركة في مشروعين وهما مشروع استقطاع المباشر عن طريق طاقة الاعتمان ومشروع توفير خدمات الهيئة الكهرباء والماء إلكترونيا بحيث يتم استبعاد الحضور الشخصي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر